السلام عليكم. هيا سوف نصل للمكتور الثاني من السيشن الأول. طبعا هيا هيا مكتوب اللكتور اللون غلص فما عليكم عليها. اللكتور الثاني هاد. فالمهم هدا اللكتور الثاني احزف عن شنو. نحن سابقا باللمكتور الثاني. شنو صالفنا. صالفنا على الاتونيوميك نوفل سيستم. صالفنا عن الشغلات اللي هو يتكون من عدها. صالفنا على 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 سمبثتك والباراسمبثتك. ونو بجينا على فارموكولوجيكال انترفنشن. يلي هي تدخلات. الدوائية العلاجية. اللي حتى نتدخل بالعمل مع فقسمناها شنو قسمناها الى نوعين. قسمناها الى بالبريسينابتك لفول. بالبريسينابتك لفول تنا نأثر على هو نيورو ترانسميتر نفسه هو ليأثر. مسلا شنو انا اتحكم به. ازودة اقللة اثبت منه ازودة بالمكان وغيرها بغير مكان. فشنو تنا. تنا نغير بتراكيز عن طريق شنو عن طريق دراجات معينة. ادراج يثبت ادراج يحفز ادراج يش اسمي يحفز السينثيسيز. ادراج يمنع الابتك. ادراج يساعد على الابتك. وهكذا. اه فهناك كان شغلنا وين بالبريسينابتك لفول. كان شغلنا كله وين انو انا اتحكم بالنيورو ترانسميتر نفسه. ازودة واقللة بالنيورو ترانسميتر نفسه. انو بوصلنا الى وين وصلني البوست سينابتك لفول. البوست سينابتك لفول ابديش بالمحاضر الاولى ما كان عدنا. يعني بس اتوقع بس الربو شان عدنا مضوني علاج اللي هو قلنا بس المهم ما طانع في العلاج معين بالبوست سينابتك لفول. ليش لن هو طانع اوش مقدمة عن شنية التأثيرات مع السيمبتاتيك والباراسيمبتاتيك على البودي. وهسا حانيا بها المحاضرة راح ناخذ هاي العلاجات اللي ممكن شنو اللي ممكن تدخل بهذا الشغل. يعني راح نشوف هسه علاجات سوى بروكو دايليشن علاجات سوى فازو كونسروكشن علاجات سوى فازو دايليشن وهكذا حتى اعكس الشغل. يعني اليوم انا قلب شنطي من علاج. راح نطيب بيتا ونبلوكر حتى شنو حتى اقلل النبض. شخص عنده رابو. عنده شنو عنده بروكو كونسروكشن. اه فشنطي انطي بيتا تو اقونس حتى شنو حتى شنو حتى سوى بروكو دايليشن. وهكذا. فاهم شي انه هاي المحاضرة حاليا. نحن شنو نحن نتذكر اللي خذيناها سابقا لذيش المحاضرة. اللي هنا يا هنه. هسا هنا طبعا ما بيعم. يعني هي نفس النفس العنوان. هو راح نصرف عن الانتاجونس والانتاجونس. اه هنا هاي نفس حاليا. نفس المحاضرة السابقة جهت حطيتين هنا. فقط حتى شنو حتى نقدر نرجع عنهم مباشرة اذا اريدت ارجع لها بشغلة. وهنا يفيدا يعني. هو لازم نحفظ انا ما قدر امشي بهاي المحاضرة اذا انا ما فهم هذا الحتي. لازم افهم هذا الحتي وعرفة حتى امشي بالمحاضرة. اه يعني هذا المفروض انا شارحة سابقا. بس عندي هنا تنويه على هاي السابقة مالبوث بيتا رسيبترز اقونس. انتاجونس ار كشيوس ان اه ديابيتس ميليتس. اللي اتوقع ان شرحتها بالذاك اللكتر ما كان شرح واضح في شي بس. يعني مو بشي مفصل. في المهم. انه سيقل لي انه ذني البيتا اقونس البيتا اقونس والانتاجونس يعتبرن شي مضر بالنسبة لي بالنسبة للشخص اللي عنده دايابيتس. او شنو انه لازم يعني اخليه ضمن مستوانات معينة. لازم اخاف منه انه سوف انطي هذه العائلات. ليش اخاف منه? ام دايابيسووش عنده. عنده يا مم انسونين اصلا ماكو. يا اما انسونين بسamento. حلوين. ف verbs. بل هذا. اذا اطي اليوم انا beta agonists 好 بس تتغلب مع wer bata próximo tabato beta termata . المهم ما حددنا الشيء. beta agonist tabata. apple. اتتغلب مين? شارت ب OFFICER الي موجود � Cause crypto pulitzer الموجود مع و оказ hindsight. بالنسبة للصبول لازم هره حافز عندي gluco e Leugenesis و كذلك كليكوغينولايسيس هيا اززود الكلوكوز وهي اززود الكلوكوز أثناءالي راح اززود لكلوكوز والمحشن وبعد راح يفرز انسورين زيان هذا الشخص يا أمه أصلا ما عنده انسورين يا أمه عنده رزستنس لانسورين فبهاي الحالة شنوب؟ بهاي الحالة اللي طلع مننا من جايجمع بالدم جاييدخل للخلايا؟ لا ما جاييدخلليش لأن يا أما أصلا ما كو انسورين يا أمه هو أكي حفز يجب أن يحفز بكرياس أن يفرز إنسونين بس ما يشتغل إنسونين عندنا الخلائعة يعطيها رز السنس لهذا الإنسونين فما جاءت تشتغل عليه فهنا هذا أبو الدايبيتس من آن الطائتة بيتا أغونس صارت عدت زيادة بالسكر بسبب الجليكونيوجينيسيز والجليكوجينيولايسيز فبهذا الحالة شنو زودت السكر فوق ما هو أصلا زايد عنده هاي نقطة إذن الشين هنا هاي مضر الأغونس زين الأنتاقونس شون مضر نحن أحد العلاجات اللي يخذها أبو الدايفتس منلتس خاصة إذا كان تايب 1. فهو يأخذ إنسونين أبو الدايب 1 يأخذ إنسونين ما يأخذ غير شيء من المتفيد العلاجات المنظمة إنسونين بشكل مباشر وبعد كذلك أبو الدايب 2 همينه كذلك أنه إذا كان يواصل مستوى عالي من الشدة من المنظم فترة طويلة همينه سيتستخدم إيبدي يستخدم إنسونين فالمهم هذا الشخص اليوم من يستخدم إنسولين قد ياخده بجرعة شبيرة إنسولين اخذها بجرعة شبيرة شو راح يسبب راح يسبب لنصير عنده هايبو كلايسيمية مباشرة يزل مساءة سكرским حيث النازل أنا هذا الشخص اذا انا هو ابو سكر أنا لا أدري باي سي curtain ارجى للبيت ويجاب آخر جرعت جبيرة من إنسولين جرعت شبيرة هاي شو تسبب سبب هايبوغلايسيميا زين هو هايبوغلايسيميا هو أصلا ما أخذ شنو ما أخذ بيتا أنتاغونس بيتا أنتاغونس شو رح سوي رح يمنع الكلوكونيونجينيسيز والغلايكوجينولايسيز بالليفر يعني هو هاس اليوم سبعدا عن الانتاغونس الشخص الطبيعي أبو دائب يتسهمينه وخذ الإنساني جرعج عالية صار عنده هايبوغلايسيميا الجسم كرد فعل للهايبوغلايسيميا اللي صارت رح يصير عند السمباتيك تروح في حفز الليفر حتى يسوي جلوكونيونجينيسيز وغلايكوجينولايسيز حتى يساعد مستوىات الجلوكوز هذا الشخص أنا إذا كانت منطي أنتاغونس فهي الحالة شنو فهي الحالة أنا جاي أثبت الجلوكونيونجينيسيز وجاي أثبت لغلايكوجينولايسيز فهنا أنا شنو هنا أنا ما جاي أخلي يرجع للمستوىات الجلوكوز الطبيعية فهناها مصارت مشكلة فبالنسبة للأغونس تسبب زيادة بالجلوكوز إذا الشخص يعني كان تايب 2 تايب 1 ما يفرقوا أصلاً بالحالة والأنتاغونس تسبب نقصان وهو عنده نقصان يعني هسا إذا هي السبب بس نقصان أنا أريد يصير نقصان بس إذا هو أصلاً عنده نقصان هنا هسيصير مشكلة فبس بالنسبة يعني الهائل مع الأنتاغونس والأغونس هذا يمين كذلك سنبدأها بالأدنينيرجيك اللي سنجي أغونس بعدين أنتاغونس الأدنينيرجيك رسبتر هنا عبارة عن شنو عبارة عن ألفا 1 رسبتر ألفا 2 رسبتر بيتا 1 رسبتر بيتا 2 رسبتر خلني نجي أسريع ذلك رسبترها شي سوى الألفا 1 شي سوى إذا صار استيموليشن سوى فازو بالأوعد دمي سوى فازو كونسروكشن يعني يقلل بلوت سبلاي أو ألفا 2 شي سوى الألفا 2 يسوى للسيمبثاتيك يسوى للأفرازمون هذا لأنه هو بيشنو بجي آي بروتين اللي يسوونا بعدين شعدنا عدنا البيتا 1 البيتا 1 موجود بالقلب وبعد شنو الكدني بالقلب شي سوى بالقلب يسوى راح يزود شاسمه وشنو بعد وعند اللي هو بالكدني شراح يسوى بالكدني راح يسوى increase in production اللي هو شنو هي مولكيول تساعد تساعد بالregulation أوف شاسمه بلوتو برجاء هاي بالنسبة البيتا 1 البيتا 2 شراح يسوى البيتا 2 راح يسوى برونكو دايليشن وفازو دايليشن فازو دايليشن بالأوعية الدموية اللي تغذي المصل وبرونكو دايليشن بالقصبات الهوائية وبعد كذلك شنوه كذلك عدنا البيتا 3 اللي راح يكون بالفاتي بالفاتي تشيو بالأدبوس تشيو يسوى يعني يحفز اللايبولوس وال يعني فري فاتي أساسي جانا فقط الأساسيات ومن هاي الرسبتار تسا نسوف عن أغونس جانا نسوف عن شنو حاليا عن أغونس فايشي راح نسوف حاليا من علاجات هو راح يشتغل الألفاوان الألفاوان شنو شغله شغله سوي فازو كونسركشن إذن هاذا من راح يجلي الألفاوان راح يقول ياب يسوي فازو كونسركشن فنان عدنا الألفاوان استيمولتان اللي هي محافزات مات اللي هي أغونس فيقلين أفيدرين أن سيدوفيدرين are used as ناسوفالنجيل decongestion and نكرونيك بوستور حلو وين نستخدم هن بالضبط هو الألفاوان شنو فايت أو شي يسوي الألفاوان شي يسوي يسوي فازو كونسركشن فأنا وين راح استفاد منه استفاد منه أول شي بالكرونيك بوستور حيبوتنشن الشخص يقوم الشخص إذا نايم ويقوم بقوامة سريعة راح سيسر عنده بوستور حيبوتنشن اللي يسمونه دقيقة وحدة بينما يرجع البلوت صبراء للبراين ويقوم فهنان هذا بوستور حيبوتنشن أنا كعلاج أنه أكو أشخاص يستر عندهم بشكل مستمر يعني هسا نحن يجوز يجوز تمارين بها مرة مرتين لا أكو أشخاص يستر عندهم بشكل مستمر هذه الحالة يعني ما كأنما شي طبيعي بالنسبة للجسم مالته بسبب أنه عنده رسيبترات الثانية وهي السوارب التي تتحسس الضغط تعبان شوية فهذا ما سننطيهم سننطيهم الفيدرين والسيدوفيدرين حتى أنه من يقومون هو أصلا الأوعدم ما تشرح ستكون ستكون فرح يزود الضغط فمدام زود الضغط ما سيكون عندي فبها الحالة ما سيفقدون عمالتهم بعد كذلك سنستخدمه نستخدمه بالنازو فرض دي كونجchos هو أنا استخدمه حتى أسوي حتى أسوي فأنا استخدمه الضغط ايلي هو الاحتقان بالأنف هو شون يصير الاحتقان بالأنف بالضبط أنا اليوم مقل هذا الأنف محتقن شن شنون صار بي احتقان أنه صاد الأقوية الدموية اللي صار ها الأقوية الدموية الي موجودة على شسنا وهذا الانف شبهها بصالها او عادة دموية بها شوني راح تسرب الفلويد الفلويد راح يسرب من عنده فاول شي انو الوعاء الدموي تشبير صار مدام فازو دايلية تتفاوية يعني اكبر من الطبيعي فهذا شنو الوعاء دوج الدموي تشبير فاذا نماخذ مساحة من الانف وكذلك جاي يعبر من عنده جاي يتجمع خارج الوعاء الدموي هلين اثنين راح تشرح سببا راح سببا انو يصير ضيق بالمجرى التنفسي او بالمجرى ما الانف فاذا نسميه سميه كونجسون اللي هو الاحتقان فانا حتى عالج الاحتقان شوا راح اقومي راح نطيه الافدرين والسيوذوفيدرين اللي هنه عبارة عن شنو ان عبارة عن الفاون رسبتر ايغونيس ش راح يسعون دني راح يسعون لي وكان صلب وكونسركشن قلت المساحة اللي ما اخذها فاناشنو هنا انفتحت مسافه بالانف انفتحت مساحه بالانف حتى شنو حتى الواحد يقدر تنفسه براحته فيعنيها الفيكامات انو واحي يساوي لي زيان والله الفلود اللي طلع باره وين راح يروح راح يروح عن طريق الليمفاتيكي درينيج راح يروح بعدين يعني ورا فترة يروح. بس المهم ما نشنو المهم من ونطيتها مساحة للتنفذ من خلال انو شنو من خلال نسوة لها فازو دايلي فازو كونسركشن للأوعية الدموية اللي سار لها اصلا فازو دايليشن. هاي بالنسبة لأول نقطة. اذا نجي لهذا السلايد. اه طافر ها اي ها المفوض قبل دار. في المهم بهذا السلايد يشوفها السهنانة مثلا هاذا هنا شنو هذا الوعاء الدموية الطبيعي. او هاذا هنا. هاذا الوعاء الدموية الطبيعي. مصح. فهنان اذا صار بي فازو دايليشن راح ياخذ مساحة شبيرة. هاي شوف المساحة اللي يخذاها. فهناش بقى ان المسافة اللي يمشي من خلالها للهواء قليلة. فهناش شنو صار عندي كونجسشن. نوز بسج فور اير هذا يعني بسج فور اير صار شنو صار اقل. انا عشن هاذا كونجسشن. فانا حتى عاجى هاذ القونجسشن اشار اسوي. راح انطيهت. شون راح انطى هذا ال الوايه رسابتار. راح انطي اقونيست. ما قامش راح اتشاش راح يسوي راح Polsce. ماشي يسوي له يسوي له فازو كونتركشن منسوي له قليلة المساحة اللي يشغلها. هاذا البلوت فيزلل. البيلوت فيزلس يو ها المو هد موجود ترى. في ازاني راح تقل المساحة اللي يسمى الزالوميتازولين ان فينالفرين فينالفرين يستخدم طبيقالي لتو تريد نازل كونجسشن ابيستاكسز اي هايبريمية انت كومباند ودلوكال انستيتك يقلنا يابا الادرينالين الزالوميتازولين ان فينالفرين ذنه هنا كله هن علاجات شين هنه عبارة عن شين الاغونس معنى رح يشتغلن شغل النور ادرينالين شي يسون بالضبط هنجا يشتغلن على الفا ون فاذن ش رح يسولي رح يسولي نستخدم بالنازل كونجسشن يعني حالي حال الافيدرين والبسيدوفيدرين هم اقدر استخدم هنوين بالنازل كونجسشن حتى شنو حتى يسوي لي وبالتالي شنو الواحد يقدر يتنفس بعد الابستاكسز اللي هي شين يليه الحات نزيف الانف نزيف الانف يسمون ابستاكسز الشخص اليوم يعني عنده نزيف اذا اسأل فازو كونسركشن شن معنى دقريتز بلود فلو مادام قلل بلود فلو لهاي المنطقة اكيد رح يقل شونو رح يقلل نزيف بها فالإبستاكسز زمين يعني اناعاجها عن طرف شنو عين repli عن طرف دك Action Adrenalin Zalu Mita thành كينvariên أي واحد من عندهن ما عاج بيه شنو العاج بها بعد كذا كو شنوlove الآي هاي ب为 ميه هاي بريمية ما هي ٵ هذا عين بيه أخ Line أو اعداموية يعني شن قابل كل مemporه ما بها أو اعداموية احنا عيوننا ما بيه و هي لونها بيه ليبل ما بها أوع اعداموية لا هي كل عيون بيها. بس شنو الأواية دميّة ناعمة كلاش فما طالع اللون مالتها. فهنان هذا البابراميه، هنا الأواية مالتها يصاب بيها بازودايليشن. فان شنرح نطيي. راح نطيي ألفا وان أقونس حتى ينطي ألفا وان أقونس هل تيسوي؟ راح سيصبح في أفضل كونسروكشن ويروح هذا الحمرار اللي صاير بيل عين. أبسط مثال لدينا الأسنان الأسنان اليوم ليست فقط الأسنان أي تخدير موضعي يضعون إلى أدرينالي ما هو الغاية؟ لماذا يضعون إلى الأدرينالي؟ أو ما هو المادة المخدرة؟ لن تنحط للمنطقة المخدرة لأسنان لن تنحط هذه المنطقة المخدرة لأسنان ستبقى بالأسنان قليلا وتذهب سنتذهب من الطريقة مدرسة لنا أمم شروطها لأنه من المدرسة في هذه المنطقة السبب فضل لكل كه؟ أخبرو عن أدريناق للمعدة المدرسة م resistant العالم الشيء يرغل على مizar experiences في هذه المنطقة سيقلل المجرى مادة مادام قل المجرى مادة سيطور التأثير من هذا المادة المخدرة لانه قامت ما تتحرك مثل الحركة لماكو أندرينالين فانا مادام صار عندي فاسي الكونسركشن جاي يقلل الحركة من هذه المادة المخدرة فجاي تبقى بمكانها وجاي سيساوي لي تخدير لفترة طويلة هسا نجي هنا على الألفا 2 ستمولانتر عفوا الألفا 2 ستمولانتس فالمهم الألفا 2 ستمولانتس هي من كذاك بعد نحن نضمن شنو ضمن الأدرينيرجيك فهنان الألفا 2 ريسابتر ايهو ألفا 2 شي سوى الألفا 2 الألفا 2 ذات فعل راح يصولي او ترميناشن او يعني شنو يعني شنو للريز مان منو مان نور ابنفرين فهنا هوا يقلن شنو يقلن نو نور ابنفرين اهه هو يعتبر انه راح يقلل المستويات ما تلانت اه شي سنو النور ابنفرين في منطين العلاجات مالته احدين اللي هو الكلونيدين هايبرتنس شنو هو الكلونيدين هو عبارة عن الدراج يكون ألفا 2 ريسابتر أقونس شنو فايته فايته راح يروح يفعل الألفا 2 ريسابتر وبالتالي ش راح يسوينه راح يسوينه راح يسوينه نور ابنفرين زين النور ابنفرين اذا تقل شنو معناها معناها كل مو فقط وحدة لا كل السمبثتك اكتيفتي راح يصرها تثبير كل الشغلات اللي لها علاقة بالسمبثتك اكتيفتي راح تتثبات ورح يشوف بعدين يعني انه هذا العلاج يعني عنده خير من السايد افكت وخاصة اذا ينوخذ الفترة طويلة راح يسبب سايد افكت كلش كبيرة وبعدين ساح يشوف انه بغير علاجات ممكن شون نتخلص من هاي السايد افكت فالمهم هس الكلونيدين وان يستخدم يستخدم انتي هايبرتنسيف ليش انتي هايبرتنسيف انا نشعدنا بالسمبثتك نيرفو سيستم بشي سوي بالنسبة للقلب راح يزود عدد النبضات وزود الكنتركشن بالنسبة للفزلز راح يسوي لي فازو كونسركشن بالنسبة لبعض الفزلز راح يسوي لي فازو دايليشن مصح؟ فهنا انا اش راح يستر عدي بالنسبة للشسم الكلونيدين اذا خلال الشخص تفعل عنده شنو الفاتورو سبتر الفاتورو سبتر راح يمنع النور ابنفرن اذا هاي الشغلات ما زيادة النبض زيادة 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 هاي كلها شغلات راح يطل مدام لاح يطلش راح سوي راح تسبب انه يطل عدناشين والبد برجه بناشي قل يقل له أنه هدا الفاتور راح يتفعل من راح يتفعل شراح يسبب راح يسبب انه راح يقلل الفيانينماتة بالنسبة للفيزلز سيصيبها في فيزلز سيصيبها فازو دايليشن بالالفاتورو ما راح يشتغل لان اصلا عندي الفاتورو انهبتري يعطي البيتري ماكو سيباتيك اكتيفتي ديسان عندي شنو فازو دايليشن شن معناها 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 ديكريز ان توتب ريفيرل رزيستنس توتب ريفيرل رزيستنس اذا اقل شن معناها معناها هيقل الضغط اش عدي من تضغط عالي اذا هي توتب ريفيرل رزيستنس قليلة وبعد كذا اكشن وعدنا الهارت ريت همين اقل وستروك فوليوم اقل معنا اكيد هارت ريت اقل والكونتروكشن مات اقل فاكيد راح تقلل الستروك فوريوم فبالتالش راح يسبب راح يسبب انه هو ديكريز ان بلود برجاء بعدش عدنا طبعا قلنا انه هو الكنوليدين راح يسبب اكثر من الشغلة مو بس داني شكوا شيء الى علاقة بالسبب التكاتي راح يقل مثلا الكلوكونيونجينيسيزيغلاكوجينولايسيز الاركشين كلها هاي شغلها شنو هاي الشغلات كلها راح يصيرها تثبيت اذا ينوخذ لفترة طويلة راح بمشاكل واكو علاج معين ممكن واحد ياخذها حتى يعالج بعض هاي المشاكل المثل دوبا اذا فوسي نير ترانسيمتر used in hypertension in pregnancy مثل دوبا المفوض يعني سؤال افنا بيكو المحاضرة السابقة قلنا هو شنو هو هو عبارة عن فوسي نير ترانسيمتر شنو هو وظيفته وظيفته النور حتشل بالانزيمات مالت النور اديناني سانتيسيز فيمنع السانتيسيز من النور اديناني من راح يشغل هاي الانزيمات فمن شغل هاي الانزيمات جاي شنو معناها معناها الانزيمات جاي تشتغل بس عالية ما جاي تشتغل على البركورسر اوف نور اديناني فشنو ما جاي تطلع عندي نور اديناني هاته اللي سوي كان يقل كمية نور اديناني حلو الحدثة نفس الشي ماكو اي مشكلة المثل الدوبه هذا ضمن الباثويمات بالاخر الشي صير مثل ابنفرين هذا المثل ابنفرين مراح يطلع عن سانيابتك تكون موجودة في فهذا المثل المثل اللي راح يتحول الى مثل راح يروح يتشرب بالالفاتوريسابتر وسوي له اه اكتيفاشن. من سؤال اكتيفاشن راح يسوي انهيبشن للسيمباتيك اكتيفتي و بنفس الحالة راح يسوي نشون واحد يسوي انه هو عبارة عن انتيهايبارتنسر اه ان براجنسي راح يعني يستخدموا بالهايبارتنسي بالبراقنسي. اش معنى بالبراقنسي وهل ابو غير غير البراقنسي يستخدم او ما يستخدمه. بالنسبة للسالفة انه غير البراقنسي يستخدم المثل دوباليسي يستخدم ايه. تستخدم. ما 野 насколько اي مشكلة هو علاج رح يعاجل هايبرتنسر. بس شنوب اكو احسن منه. بالنسبة لما�� حامل اكو علاج احسن منه علاجات احسن منه. فما ما مضطره انه تاخذه. بس بالنسبة نول براقنسي. ايش تاخذي بالضبط. ليش متاخذ ذنيتش الاحسن. ذنيتش الاحسن. ممكن ممكن من يسبب مشاكل الطفل. ممكن يسبب مشاكل مشاكل للطفل. اما بالنسبة لهذا المثل لدوباش لقوا انه لاو رسك يعني ما عنده رسك عالي للطفل فاذاك شنو هو راح يعالج الحالة وشنوه وبنفس الوقت ما راح يأذي الطفل فبعا الحالة حيكون هو الافضل المن للابراقنانسي. اه هنا هاي سوالفناها سابقا. هنا سوصلنا الاشي اسمه البيتارساترس تونانس. ايه هس عدنا البيتا اقونس فالبيتا اقونس يعني هو حيكون عدنا البيتا ون البيتاتو وكذا كرا حيكون عندنا بعض البيتا ون البيتاتو وكذا اقونس. فبالنسبة البيتا ون هو شن شغل البيتا ون? شغل البيتا ون يسوي لي. مصح? فاذا هنا البيتا ون اذا جاني اقونس راح سوى نفس الشغل. في البيتا ون اقونس اللي هو الادرينالين والدوبيوترمين اند ايزوب ازوبرينالين اذن شن يعتبرون بيتا اقونس. شن شفو ما راح يفيدنا بضبط? كارديوجينيك شوك. شنية الكارديوجينيك شوك? انه القلب قام ما يقدر يضخ الدم للشي اسمه للأورجن يعني للباتل اورجن. الاعضاء ما جاي وصلها الدم بشكل صحيح. ما جاي وصلها الدم بالشكل اللي يريدها هاي الارغان. فش راح يسمونه? ما يسمونه كارديوجينيك شوك? فانا حتى عاجي كارديوجينيك شوك اقدر انطى هاي العلاجات. الادرينالين. البيوتامين. اي. والازوبرينالين. حتى شن الفادة من عدن. حتى الفادة من عدن انه هو يعتبر بيتا اقونس. راح يسوون. راح يساعدا على شنو. على ايصال الدم للباتل اورجن. اه بنسبة البيتا تو الريسابتر. البيتا أقونس اقصد. لانه هنا هنا هنه هنه سببتامول والريتودرين والتروتالين. اند تربيتالين. لانه هنه عبارة على بيتا تو رسابتر عقونس. البيتا تو هو اصلا شن شغلته هذا البتا تو رسابتر. شغلته هنه يسوونه برونكو. برونكو دايليشن. وفاصداريشن بالمصل ويسأل برونكو دائشن لو عنده بالأقصابات الهوائية فإذن أنا شعدي حالة مناضية معرفة اللي هي الربو اللي هي الأزمة هذا الربو ذول الشي يصير عدهم ذول يصير عدهم باز برونكو كونسركشن الأقصابات الهوائية ما تم تتقلص بحالة الزفير تبدي تتقلص فهي يعني تجيهم شون نوبة يسمونها نوبات تجيهم متقطعة مو بشكل مستمر تجيهم شكل نوبات دائم سنو حباده عن بعض الapo�� يست adverse والفادي 일 friends سيؤول ان عطوّاع القصمات الهوائيّة ونحدّ يوتّJacques الريتو درين همين كذلك طبعا هنذين ثلاثتهم ثلاثتين نفس الشغل بس يفضلون واحد عن واحد الغير اماكن يعني مثلا واحد للأزمة واحد يستخدم للبريميتر ليبر يعني من واحد الواحد حسب شنو حسب الفائدة ما تحسب طريقة الاعطاء وهي السؤال فالمهم الريتو درين والتربيوترين هنذين هنا كنو هنه بيتات ورسبتها كل هن ممكن استخدم للأزمة وكذلك اقدر استخدم للمن ريلاكس غرافيت يوتروس نفس ما قلنا بالمحاضرة السابقة يعني انو الحامل قبل فترة الشي يسمى الولادة قبل موعد مالولادة السرعة انقباض هذا انقباض يعني سيصير منظر بيها وبالابن فحنش ننطيها كعلاج ايهاو علاج بالضبط يعني من ذنها سينا كنين رح ممكن ننطيهن بس يعني كواحد اساسي هو الريتو درين هذا الريتو درين هو شنو هو علاج يسوي شنو يسوي لي ريلاكس المسل المسل الموجودة باليوتروس رح سيصولي ريلاكسيشن ففائل حال شنو رح يقلل كونتركشن فراح يعني رح تروح التأثير اللي قلنا ممكن يسبب تأثير على الابن مثل ما جاي شوفها سينا بها الصورة هو هذي الريتو درين الشي مكتوب علي بالباكيت من العلاج مكتوب علي يوتو اه ما تسمي ريلاكس شنو يوتو ريلاكس يعني هو رح يسوي ريلاكسيشن اليوتروس يعني كون هاي كون شهية شغلات تبقى ببعنا يوتو ريلاكس هذي ها هو هو ريتو درين ريتو درين هو شنو هو يوتو ريلاكس ذن ثلاثة شبيهن المسال بيتو مول والتربيوتالين يسوون يوتو ريلاكس يسوون ما كفره كلهن هنشننه ان كلهن عبارة عن بيتا تو اغونست و يسوون يسوون رونكو دايلةشن بالنسبة للأسما و يسوون شنو يسمونها ريلاكسيشن للمسالس بالنسبة لمن للغريفيديوتروس انبروميتر لأيب طبعا الغريفيت يعني انه قصدم الحامل يعني هو اليوتروس اللي بي حمل الجرافد اللي بي حمل. الدوبامين اغونس ده الان شرح يكون الان رابان هو شنوه? هو يعني اخه النور ادينالين ها سوف يعتبر احد الفروكوسور مع النور ادينالين. اكو به ريسبترات خاصة بالجسم خاصة بالدوبامين فقط. نسمى منه شنو دوبامين ريسبتر. بنسبة للدوبامين كاعلاد يعني هو شنوه? يشتغل متأثير واحد. اكثر من التأثير اليه. على حسب الدوز ماته. اذا دوز قليلة يفعل الدوبامين ريسبتر. اذا دوز متوسطة يفعل البتا والرسبتر. اذا دوز عالية فعل alpha one receptor. زي شنه هي بكيف ندوز ودوز ليش يجا يصير. بسبب الافينيتي. هاد الدوبامين عند افينيتي عالية لل دي وان ريس ابتر. الي هو دوبامين وان ريس ابتر. شنه معناها ماذا الافينيتي عالية؟ معناها يحتاج تركيز قليلة. بالنسبة للبيتا وان ريس ابتر عند الافينيتي متوسطة للدوبامين. ما هاش راح يسبب راح يسبب للدومامين بكميات متوسطة شنه يروح يتكليب بالبحثة. أما من في المنسبة 리سبتر لا عند افنيتي قليلة بس ينو هو عندها بس قليلة عنده ما عنده عندها افنيتي يعني ممكن تشلب به بس ينوه بس قليلة. فش يحتاج يحتاج التركيز عادي من الدوبامين حتى شنو حتى يمكن يسوي الالفهون رسبتر. فالمهم الدوبامين شو دوز دبندانت رسبونز. اهłنا ودوز اس تسيموليات اه سيلاح سونا شيء سونا طبعا ونو نستخدم اول شيء الوضع من الكارديو جوك عن الخدمات يعني التبغير التنيه الوضوعنظر الاشخاص انه الكارديو جيك شوك الرب يدخذ دمق غير intervenج فانا اذا صار عندي فازو دايليشن. فطيت جرعة قليلة صوت فازو دايليشن. فازو دايليشن يفيدني لو ما يفيدني. معايدا عن سافة الضغط. لان سافة الضغط هذا راح تحكم بها القلب. انا عادي فازو دايليشن هي عشان هي اتساع بالوعية الدموية. يعشين ما دم نزال. دايليشن راح يزيد بلت سابلاي. يسن بعد عاديا عن هذا الكلة. اليوم Asimetic activitget push Ouch. عادي لاندي البطن للمعدة. راح سبيه فازو zan. فالما كونسيكشن. راح سبب انو الدم يو rapide بسرعة. ولو راح سبب انو الدم يوagle بسرعة. ورح سبب انو الدم يوoses بها المنطقة. ما يو spiders champيعي المنطقة. فالح obisata من هاي المنطقة يروح لغير المناطق اسهل ازي تو باسك. فيروح للمناطق الاسهل اليه حتى شنو حتى يعبرها. فمو انا بنصاعد معها صار الدم اسرع. لا انا ما علي بكلمة اسرع وانما هو انه بنصار دائمة الاقل فصار عدي شنو مقاومة عالية. فالدم رح يلقى اوعية دموية غير من غير اماكن المقاوماتها اقل فيروح على لديتش الاوعية الدموية. فهنا انا شنو هنا رحز اذا صار عندي فالفازو ديشن. فالفازو ديشن رح سبب رحز ازيد لهذا الارغان. اذا باللو دوز مفيد الدوبامين لو مفيد الكاردوجينك شوف مفيد. خلطيب الله الدوز المتوسطة تفيل لو ما تفيل. الدوز المتوسطة شنو رحز 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 رسميليشن للبيتا مرة سبتا. كوز بوسيتف اناتروبك افكت. اناتروبك افكت هو شنو? هو زيادة بالكونتراكتلوتي. وكدعك بعد زيادة بالهارترايت. فهو شنو مدام زادة الضغطة جاي تكبر. انا اصلا كان عندي شنو والضغطة جاي تقوى يعني شنو جاي يجدين بشكل اكبر. اذا بها الحالة صار عندي صار عندي اول شي وصار عندي اه اكبر جاي يوصل لديم بشكل اكبر. اذا هنا شنو احنا صار عندي شكل ما صار صار. اما بسبب الهاي دوز. الهاي دوز اذا صار بي بازو كونسركشن. الفامر روسبتر. وصالش بي شنو اقصد ذات فعل شح رح سبب رح سبب بازو كونسركشن. فالفازو كونسركشن رح سبب زيادة بالبلود برجاء. اه ذنهاي العلاجات يعني هي هاي اللقناها الازمة هو عبارة عن شنو عبارة عن بخاخ يعني يبطونة. يعني هنا سببتها سبيوتامول منطن عشيك البخاخ لجماعة الربو. هنا بالنسبة لهذا الريتو درين فبطون لجماعة يعني مو جماعة اقصد. حتى شنو عم تسونا يتو ريلاكس. بعد كذا كاذا هنا علاج اللي هو التريبيوتالين. فهو هنا اصلا موجود بالصور يعني رسم ما اللانج. فكذا عشنو العلاقة باللانج. يسونا شنو يسونا بولكو دايليشن. وهذا هنا الدوبامي. هيتش هادا مدريش عالطة. اه هسا حاجة عشنو حاجة على الخانة الثانية اللي هي خلصنا من اقونس شفناه اللي اللي مشنا على على الالفا ومن والالفات والبيتون والبيتاتو والدوباميليارجيك. هسا ما نجيش انا هي جعل انتاغونس. رح يعكس العمل يعني اي رسبتر سيزال فعنا وقل هذا العلاج هو انتاغونس اليه. فرح احكس العمل يعني مثلا الفا وانتاغونس. والالفا وان شي سوي? فالانتاغونس يش رح يش رح يسوي? سيسوي يعني رح يبنع العمل في فازو كونسركشن. فبالتالي يحسب فازو دايليشن. فالبرازوسين هس هنا نجيه وشعل الفا وانه بلوكر. يعني هو بلوكر يعني إذا صار شخصا راح انطيها ذي برازوسين. ليش انطيل برازوسين? لأن برازوسين الفا ون ريسيبتر انتاجونيس. واذا زي هو الفا ون ريسيبتر سيسبب فاذا مدام راح يمنع العمل مات الفا ون. راح يمنع إذا شنو راح سعدي فالفازو دايلاشن. فالفازو دايلاشن شرح سيسبب ديكريز ان اصد انكريز. لا. ديكريز ان اه شسمة. اه تتوفر رزيستنس. وبالتالي شنو راح يقل عادنا هاي الشسمة. البرجار ما تدام. فاشنو معنا راح يتبر انتي هايبرتنسيب ايجن. بعد كذا شنو عادنا سيلكتف بروستاتيك الفا ون ريسيبتر بلوكر اه تمسولوزين is used in P9 بروستاتيك هايبرتروفي. هو شنو ال P9 او شنو الالفا ون قلنا شنو هو عبارة الالفا ون ريسيبتر. قلنا عيسوف وكذلك بعض بعض المناطق من يعني من الجسم اللي هي سفينكتارز. هاي سفينكتارز البلايد السفينكتار مات البلادر. سفينكتار مات الاودي. الا اكثر من منطقة ما جاء ذكي عسفانهم بالضبط. فالهم هاي ما نتخشي يسير بها. يسير بها وهاي اصلا يسير بها كونتراكشن. اسموه مصر اللي بيها. يسير بها كونتراكشن. احدا Here is one between. اللي هي. ش동ي اسمكنه? بناءه يسموه. البلادر. ال begلاء التي figura بالكلżenia سير بها كونتراكشن. هناك يعني بسبب الالفا ون ريسيبتر. فهذا البلوكر. ماذا سيفي بعد الشخص اللي عنده انه شخص الني عنده. هي سفينة. هالأ من انه هي السise أ dress هاي البروستيطيقها. انه هذه اليورتراكشن. هاي سي سي íسير بها? سي commercially يسير به سي بها بعد الخلايا. زيادة علي الخلايا التي ذهو لommes سابقه، بسبب أن هنا تزهد على هذا المطقة على نهاته هذا الأول اليوريتر الد52 للحصول بأسنا conc Century فهما الكثيران Pend hiệnت بالاحخ Давайте تزهد على على نهاته النهات س Lenaic مجايابر. فهنا ما سيسبب صعوبة باليورينايشن؟ يعني سيسبب الـ P9. ما سيحدث عندي من العراب؟ اول شي رح يصير عنده صعوبة. حلو. صاد عنده صعوبة. وبعد ما سيحدث عندي بعد؟ رح يصير عنده بشكل شنوه؟ بشكل مستمر. زين شلون صعوبة وشلون بشكل مستمر؟ مو هي الفكرة شنو؟ الفكرة هنا انه انا من سلط هنا الضغط ما تساقط. الضغط صار على على اليوريثرة. فليورين لم يمشي. ليس يعبر يعني يعبر اذا اذا انترس. اذا اذا انترس. ثماني. اذا اذا انترس. ما سيحدث عندي؟ يعني سيبدي يصلى الضغط فهذا الضغط رح يخلي يعبر. بس مرح يخلي كله يعبر. لأ رح يبقى كمية من اليورين بالبلدر. فهين الكمية مادة المدى. ليورين الي بقت بالبلدر يعني خذت تقريباً هواي مساحة من الببلدر. ويجي بعد شوية ونحصر صار عنده يروح وكذلك ورا شوية ما ما راح يذب كل اللي عنده لا راح يبقى جزء منه ووهم منه ورا شوية يجد يقبط ويروح ويذبه ويبقى هلقاء ويروح ورا شوية ويقبط ويروح وهكذا ليش بسبب انه من ينترس راح يصير عنده شم راح يصير عنده ضغط عالي يدفع يخلي يقدر يعبر آآ بس مني يبدل هذا المستوى يوصل هذا المستوى صار عدي الضغط قليل الضغط من قل هنا اش راح يصير راح يصير عندي القوة مات للضغط فاشرح سبيب راح يسبب انه اليورن لحد هذا المستوى يوقف ما يعبر اكثر فمدام ما يعبر اكثر بقت هال المسافة يعني اقل من الحقيقية الحقيقية انه هذا كله انه هذا الوري نيشن يفرغ البليدر كلاش تفرغ انه بتنترس تالسة كاملة هذا بالنسبة للشخص النورمال اما ل هذا الشخص لا راح تفرغ للنص ونثلث ويقراد لييندرسي حد ثلثين فمدام يريد ثلثين حتى ينترس بدل ابو المية بالمية. فاكيد شن راح يصير عنده بشكل متكرر. هذا بالنسبة يعني العراض ماتة. فانش راح نطيه? راح نطيه الفا ون بلوكة. زين شنو فادته الفا ون بلوكة بهاي الحالة? احنا جعلنا قلنا هذا البلدر بيه شيني بيه سموث مسلز. هالسموث مسلز يصير لها كونتراكشن عن طريق الفا ورسيبتر. فمن انطيه هذو البلوكة ش راح يصير عندنا راح يساعدنا ريلاكس. حسا ما نكون علاكسي bel playoffs الأن في المصغف. فمن صور ريلاكسيب. شيني معناه هالبل�들 قام بتشيل يورون بشكل اكبر. البلدر قام بتشيل يورون بشكل اكبر. كذلك بروسيتيجلاند. الجزء السموث مسلز اللي بهيها راح اسيب pupilه ليه ريلاكس. رح ترتخي. واش راح سبب? راح سبب انه هذا المجرة ما اليورثرا شي راح يسير راح ينفتح. فالفكرة انو معناها البلدر قام بشيلم يورون بشكل اكبر. البلدر قام بشيلم يورون بشكل اكبر. كذلك بروسترتي اللdi يبيه رح سيبه شомуس هاش يشebه ريلاكس. رح ترتخي. فش سبح سبب. رح سبب انه هاي يعني هذا المجرى اللي ما اليورثرا. رح يسير رح ينفتح. فالفكرة انو الفكرة انو unde 뒤زم يجب يوروي بش slack في البلدر series . رح سيطيني فترة شبيرة بالشكل اكبر حتى شلو حتى يعني شي صار ريلاكس يعني شنو صار اكبر فما دام صار اكبر شن معناها معناها ممكن ينترس بشكل يعني صار يسع كمية اكبر من اليورين مادام يسع كمية اكبر من اليورين معنا شنو معناها راح تقلل متل ما جايشوفوا في هاي الصورة اذا صار عدنا بالبروستيك لاند اه شاسمه رسمة مصر مرة اذا صار ريلاكسيش راح تدنى من نانو من نانو راح تفتح المجرمالي او اثرة يعني انها الفكرة وفش tribes LOVE بناو البروستيكetah هيرة تروفي Geschäft زين الالفة وان بโكر هوا ألفا وان بلوكر colme يعني شنو معناها الالفة وان هو قام نشيغله من المصر لا يسعه خخص من المصر على البازل التسامين بشيء خえて الفازوكوار هذا الالفة وان البروكر راح يمضح scalable construction يعني ساعدetics فهذا الشخص اللي ننطي علاج الالفة وان بلوكر patch ننطيل الفا ونبلوكر. لازم ننحذره. ننحذره انه يقوم بشكل مفاجئ. ليش لان هذا حيث يصبح عنده بشكل مباشر يعني. هو اصلا الاول العرية الدموية اصلا. هو اول تالي من يقوم رح سيصبح عنده يعني اي شخص اصي يقوم رح سيصبح عنده بشكل مفاجئ. بس اكو شخص يغمع علي واكو شخص ما يغمع علي. فهذا الشخص يعني هزا ابو وقام بشكل مباشر. اصلا هو الضغط قليل وقام وصار الضغط اقل البعد. فانا هاي رح سير مشكلة. فلازم يتحذر. هاد الشخص ابو اللي ياخذ الفا ورسيبتر بلوكر. لازم يتحذر من هاي السافة. دير باية على روحك. لا تتحرك حركاته بشكل مفاجئ. عم شنو عم ما يصير عنده وسير عنده سينكوب. نجح سيشنو على الفاتو ورسيبتر بلوكر. الفاتو وشنو وظيفته الفاتو. وظيفته الفاتو بدون الانتاجونس. الفاتو شنو وظيفته عنو يسوي انهيبشان. تيرمنايت. دي themate weeks. يعني شنو معانهان يمنع افراز النور ادرنىني. ومانادما يرم افراز hyvin هو سي finals Finish. هنالا الفاتو بلوكر. يعني شنو وراح يمنع منع افراز نور ادرنىني راح يمنع المنع. معانهان راح يخلي الافراز. راح يخلي افراز من النور ادرنىني. فهاذي اعتبر كعلاج للحالات الاشخاص اللي عندهم سيمباتيك اكتيفتي قليل او شو كذلك علاج للشخص اللي ما اخذ كلوندين. كلوندين مو قلنا سابق راح يكون عنده ساعد افكت. احد الساعد افكت ما اللي هي شنوه? اللي هو ساعده 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 ساعده. فمثل ما نعرف شنوه للاحد الوظائف ماته الفا وان ريسبتر. فهنانا هذا الشخص ابو الكلوندين. الكلوندين حلو Ellefato Agones شنو معنها معنها رح يسوي ? تعالت عليها الساعدة إجاكولايشن فكعلاج الساعدة للشخص هيو Fluiduca Group. الشخص يخضر فهو سيمنع التأثير مع الكلوندين ويعاجه طبعا هاي الشجرة هي الشجرة مع اليوم بين اليوم بين هو عبارة عن علاج يستخرج من هاي الشجرة اللي هي أصلا اسمها الشجرة عن نفس اسم العلاج هنا سواضح الفكرة مع اليوم بين هو عبارة عبارة عن بلوكة شي سوي يعاجه الامبوتنسي اللي هو الـ sexual dysfunction شون يعاجها بالضبط؟ انو راح يخلي النور ادراني ينفرز مدام نور ادراني ينفرز راح يروح للـ alpha 1 receptor ويسوي شيء يسوي ويجاكوليشن فهي هاي الفكرة مالتة ويحيتبر شنون يعتبر reverse clonidine action الكلوندين هو الشيء يعتبر يعتبر alpha 2 receptor agonist هذا انتو agonist فاكيد راح يعكس الـ action مالتة هسا وصلنا الـ الشيء اسمه الـ beta blocker الـ beta blocker يعني اكيد راح يصونا الشنونة راح يصونا الشغلات اللي لها علاقة بالبتا مشين الشغلات اللي لها علاقة بالبتا مثلا الـ cellulary body اللي موجود بالعين شين الفادمات الـ beta receptor اللي موجود هناك يعمل الـ activation ويقع إزاودي الـ production ويقع إزاودي يعني الذي يزاودي بيتا 1 and beta 2 blockers نشيء نونسيلكتب يعني مو فقط للبيتا 1 ولا فقط للبيتا 2 لا اثنين نطل هذا العلاج ممكن تشلل بالبرسلطات اثنين يعني ما معناه يطي سادفك يعني الغاية من العلاج اليوم انه عالج شيء الاعلاقة ببيتا 1 رح سيسادفك بالبيتا 2 او علاج غاية من عنده عالج شيء بالبيتا 2 رح سيسادفك بالبيتا 1 فالمهم ذن يسل العلاجات نشيء نونسيلكتب بيتا 1 receptors and beta 2 receptors blockers جميعها اسمت في الجعيمة بيكتوريس افكتوريس اي جميعها ايج تياسة رح يحدث منافضه بشكل غير منتظم تاكا اريثمية تمولول يستعمل في اللايكوما هذا حساطا بالغلاوكوما فالهم نفس ما رحينا هذه العلاجات اللي هي بروبالانولول وبدولول تمولول او نادولول ذنه لدينا عبارة عن beta blocker ما يقومون نونسيلكتب يوجد من البيتا 2 وprobين مو البيتات وماك كان فرق. خاصة الاتفكة uh ما الاحد وهنا عاجل الانج appointed. يعني انا اليوم بنو الشهن الانج by the initial انو لتعمل بل الم Lawrence'sangearkan لا يعمل ضغط الص Ninete, لا تعمل مش امتذ اعمل لي بل لتعمل المنزل الذي اصليه لodore 아니 Emmet'sle Still م leaved inberg so many of us who reach him than Bit. كان هو العمل. بل حاجة الأيضه نكوم بشو puds? لوOff to the Growing에 Irishlikelike Relax like this副 القصب لا SAY LENG or RESTINGLE a KEEBS RESTINGLE as Loka mia annoying words sostiene تصير شخص من بالاكسرسايز. حسا بالرسينج يقلب ما تيدقي بشكل طبيعي. بالاكسرسايز راح حصير زيادة بالهارد ريك. سيادة زيادة بالكونتراكتلتي. زين هاي زيادة هيتش. من العدم يصير هاي زيادة غير تحتاج طاقة. اذا شين تحتاج بلوت سبلاي. اذا شين الديمونت زاد. فالديمونت من يزيد شرح يحتاج راح تحتاج بلوت سبلاي بشكل اكبر. الشخص الطبيعي ممكن انه يوفر هذا البلوت سبلاي لهذا للقلب. اما الشخص اللي عنده انجانة اللي هي الذبحة الصدرية. عنده انسداد في احد. مو انسداد كامل. انسداد جزي في بلا اوعية دموية مات القلب. بشراين التاجية. فش راح السبب راح سبب انه يقلل بلوت سبلاي للهارد بحالة الاكسرسايز. فانا ش راح نطيل هذا الشخص. راح نطيع عبارة هاي العلاجات اللي تعتبر بيتا بلوكر. البيتا شي سوي. راح يعكس الشي. مادام قللت الهارد والكونتراكتلتي. معنى العبيلين. هاد عنده انجانة يعني عنده مشكلة. بس انا شو سوت قللت الديموند. مادام قللت الديموند صار البيوت سبلاي يساوي الديموند فما راح سنعدي المشكلة. مادة بحصة صدرية. الالم مادة بحصة صدرية. الهايبرتنشن كذاك الهايبرتنشن اكيد يعني شنو راح يقل يانو يقلل هارد رايت وقلل الشي اسمه الكونتراكتلتي فاكيد راح يقلل هايبروت براجر. كاديك تاكي اريثمية هي من اسمه تاكي اريثمية زيادة بالنبض بشكل غير منطمم زيادة بالنبض. فاكيد من عنطي بلوت بيتا بلوكال راح يقل عدني الهارد رايت في قلل النبض. تيمولول يوز انجلوكومو. اقلنا يا بل تيمولول هاده وان يستخدم يستخدم بجلوكومو. هي شنجلوكومو. نفس صرفناها سابقا. انش عندي عندي هادة السلة الربادي. سلة الربادي شنو الوظيفة ماتة? وظيفة ماتة يفرز الاكوسهم رس. يعني السائل مات لمنطقة مرت العين. يعني شنو الموجود بي طبعا هادة سلة الربادي بيتا سيبتر. فهذا البيتا سيبتر يتفعل يخلي شنو يخلي سلة الربادي يفرز هاي هادة السائل. فانشنطي هو اصلا شنو غلوكومو. غلوكومو هي زيادة بالانترو اوكولور برجر. اي او بي. انترو اوكولور برجر رح سيبتر زيادة. فأريد تخلص من هاي زيادة ش راح يسوي. راح اضطي بيتا بلوكر. البيتا بلوكر راح يمنع الافراز الزايد. وعود اللي اصلا صايراته حيروحان عن طريق الدرانج يعني تخلص من عدهن. حسن بهاي الحالة ما راح يسيب درانج لنصار عندنا انسداد يعني سامونا هذا آآ. سامونا غلوكومو. فلنو مسلا نجي سوفي غلوكومو. فايي. آآ. اهنان يعني باي الحالة مالة الغلوكومو اللي زيادة بالانترو اوكولور راح اضطي راح انطي بيتا بلوكر. حتى شنو حتى امنع الفرازموليكوس هموراس وبالتالي شنو وبالتالي راح اعالج الحالة. الاتينولولان ميتا برولول. هنش نهم كذلك. هن عبارة عن بيتا بلوكر. فقط للبيتا وان. يعني حسن انا بالنسبة لهذا ابو العين. العين شبيهة. العين بها آآ. اه. اه. المحروض يكون بيتا تو. لو بيتا وان. العين. اتفاقع ما huge اسلاء. اه بيتا تو. الاعين شبيهة بها بيتا hopes. انا بننطي هذا العلاج اليوم شخص عنده غلوكومو. شخص به عنده قلوكومو. مش راح انطي راح انطي هذي doinه هذي علاج اللويه هو اللي هو التيمولولان. التيمولولش يعynn bathroom. اعتبر هذيه واحد من النونسيلاكتب بيتا وان بيتا تو. اذا شنو انا اطي عن مش نو. انا اطي على موض البيتا تو. راح اعطي نصها ادي فكت على البيتا فاليوم شخص عنده على نطيلة على مودة عالجي بس بالمقابل نقص نقص المعطل الهرث rate نقص الهرث rate نقص نقطع نقص البلوت برجال وكلة هاي نقصت هاي الشغلات الاتينولون un metabrololو قلنا هنأشين عبارة ذي برونك السبانات لأي بنسبت الهرث تنشين قلنا انو هاذا الاتينولون والميتابرولولو انشين عبارة عن ذي عار beta 1 receptor selective blocker هنا انتاجونس البيتا 1 شي يسوي البيتا 1 البيتا 1 يسوي ازيادة باليبتا 1 واليوز يوسي وزيادة بالهرث rate البتا 1, إلا علاقة بالبرونكو دايلاتيشن ما إلا علاقة فهنا جاي يقلي يقلي أنه هذا البرونكو رش رح سوي cause less bronchospasm مرحسب برونكو spasm هنا هنا هذا البيتا 2 هاي العلاجات اللي هتعتبر non-selective البيتا 2 والبيتا 1 فهذا البيتا 2 إذا صار له بلوكينج نتقول بالبيتا 2 ش رح سوي طبعا بالبرونكاي سوي برونكو spasm مش نسباسم تقلص رح سبي يعني شن برونكو دايلايشن اذا اكو انتاجونس يمنع لبرونكو دايلايشن يصير برونكو كونسركشن فهذا شنو هاذا البيتاون يعني هاي العلاجات لها اثينولول والميتابرولول فناشن they are beta one selective للبيتاون هل هنا علاقة لبيتاتو لا ما لها علاقة فاذا شنو كوز ليس برونكو سبازم ما رح يسمون برونكو سبازم and use in hypertension رح يستخدمين وين نستخدمين بالhypertension البيتولول والكرفيديول That is sleeping جدي place for beta 1. Energy blocker a 2 by beta mix and alcohol Did I use it in hypertension and angina victorosis نفس الفكرة نفسه يعني يعني الشغرة من hypertension و angina victorosis lasso the idea of beta blocker انو رح يسمون ما نسب pelMonero heart rate ومن ثم الكمبيات وعندما هو الفاوان فاشنو الفاوان إذا خلال بلوكو ستحقق فاشنو الفاسوت كل هذا ما سا يريده بقل الضغط والما يصبح حلقة غير بالنسبة للمطبط لسيء كيف يعتبره؟ علاجات خطره لا يمكن أن أن نقبل بأي جرع إنه طويلينة لا تصطيع العلاج إلي من المختلفة وهو أفكل جنعم عددا شيء ايضا سوف يكون معنى القوامة الدمricsية رح يصبح بها بفازو دايريشن. فهم رح يصبح بي مورسا ادفكت ليش نهي تتأثر على أكثر من الشيس من مرسعبتها. هنا نمطين هاي الصورة يعني الكافي دولول اصلا هو المر يشتغل يستخدم فور هايبر تنشن. هاذ هنال الشيس يسمه الهاتينولول يستخدم هاذ هنال صورة مع القلب وتخطيط. فهكيت همين رح يستخدم المر رح يستخدم للهايبر تنشن. وبعد شنو كذا قعدنا هاي القطرة مع العين اللي هي اللي هي اللي هي اه ابثالميك. الابثالميك ما يهمه جماعة العيون. الطب العيون هو الابثالميك. فاي يعني هاي كون الشغلات ماذا تبقى بالبالتيمولول اوبثالميك يعني شون تمولولول المن نستخدمه القلاوكوما. يعني تحطيت هنا هايش بركة انو تجيب عليكم هايش شغلات. اه وصلت شنو سلايد سبع عشر. لو جاءت سالة تلات عشر. سالة تلات عشر. شنو وصلنا الي هو وصلنا الي خلصنا من mine. ع suchen خلصنا من prime. اه ادراي نرجك. كل aquesta ministra خلصنا من ه slide الحان نرجع على. يعني ما يعني شنو معانها يعني عمل علي العلمة على عسل الام am катeter الي هي وكذلك علي كذا Villa Hz. بس الدكتور حدثها مع ال فما المسكان عن الكرسپتر شاعدنا وقعدنا العديد يعني هى ليوم سيئا ما أخلي الشغل ملتب بشكل مباشر اي قبل بشكل مباشر يجعل به بشكل الغيبات عن طريق انه ازود مصدود الأستيالكولين بداية واحدة الاحيال وكل وليس انتشار متحصل الاحيال فالمهتم على الجهاز الأول ستكون لديها علاج والقرب استعمل بذيطانة عشان العائنية ما هو عشان العائنية يعني عبارة عن الجهاز هو زيادة بالإتراوكولل سوف يحدث عن فشequ الفيديو سوف يحدث عن فشوف هذا العشق الآيروس سوف يحدث عن فشوف من العواج او اللس تصعد لقدام بحث شنو بحث ينسد هذا المجرى هذا المنان هو الشي اسمه الاكوستمروس سيمر من نانه يروح لوين يروح من هاي الجهة هاي الجهة هاي الجهة ما تغاني الاكوستمروس يعني المفروض شنو المفروض يمر منها بس شنو هو راح يلقى مزوت ويتش يمشي ها اها يجي هيتش يجي من نان راح يلقى فد مشورك عم شنو عمد يمر من خلاله ويرسل يعني تتخلص من عنده العين فهو هذا الطريق مثلا. ولكن هيا او في هذا طريق. هيا نانه هيا forbid انسداتب worm هيا لو انسداتب品 هيا من هنا عنده انصداتب ت曲ع إلي حسب انوا في اسمه ايو اكوستمروس ما ذي لربها منها الانطقة هذه النوارمال يعني هنا هذا النوارمال هي بشي نیا Oraو ت見 supplementswork ايضا لماشياتبار ان استعمال applies هو من خلال من نظرة الماء؟ ما النظر تم رب من الخلالها الى اكوستمروس وعنى عسcede المهام فالمهم وش راح يعالجه هو شنو هو شي يعتبر هو يعتبر موسكاني كرسيبتر فش راح سوى اكتيباشن موسكاني كرسيبتر موسكاني كرسيبتر ويمتشلبه بمتشلبه بالسلياري بادي سلياري مسل طبعا بالعضلات اللي تسوي اللي يسوي للبوبو فهي العضلات يعني من راح نسيفها اكتيباشن وراح تتقلص راح تسحب الايروس لقدام راح تسحبه بالشكل وتخلي شنو وتخلي اللمفاتك دريناج يمشي يخلي الكوسيموراس يمشي افاين في اغلب الحالي ويسي إستعادة المساعدة أيضا تستمر شنو زيرستوما شنو زيرستوما هي عبارة عن الشنو عبارة عن الجفاف الجفاف اللي يكون باللسان او بالفم هو شي سمونا زيرستوما هذا زيرستوما همي راح يتم العلاج ماذا سيسير لعلاج جمالتها؟ نحن مثل ما نعرف الموسكونك ريسبتور شاعتها افكت تسمونه سكريتو موتور افكت. سكريتو موتور افكت شنو معناها؟ معناها تستييد السكريشن. فهنا نشادنا بالفم عندنا سليفة راح يزيد السكريشن مالتها فباقي حالة شنو راح تحارج الجفاف بس شنو بالمقابل؟ بالمقابل راح تكون عندها ساد افكت اليشنية اللي هي راح يسير ادنى دايرية ان سليفاشن يعني الدايرية وشنو بعد شنو بعيدا عن ما اسمه زيروستوميا. اذا شخص عنده زيروستوميا خلص عنده سليفاشن احسن بعد احسن. واصل عنده جفاف خلص عنده سليفاشن بس ابو الكلوكومة او ابو الكلوس انجل هذا صار عنده مشكلة بالعين وانطيته هذا العلاج اللي هو البيلوكاربين. البيلوكاربين راح يشتغل شنو وطبعا يشتغل على كل الامر سيبترز مو بس موسيكتب هذو العلاج. فش راح يسبب يعني راح يطيب بشنو سليفاشن ماتا الدايرية راح يسعر زيادة بالفرازات ماتا الالاتو من الانتستين والاستومك وحيث سيزيدة الافرازات مرتين. وبعد شنو كذلك الفراز ماتا السليفر qulanد ماتا سليفر قلاند ووش يقلنى يقلنه هو شنو انه سيزود السيكريتوموتر انه اصلا يعمل على المسكان الكريسابتر هو هذي الاعلاج يعني ماكو رابط بعد شاهدنا عندنا الميثاكولين استيمولات ام ار هيا المسكان الكريسابتر هذا الميثاكولين هو مو علاج مايستخدمونه كعلاج وانما يستخدمونه بالدراسات بالبحوث بالداياغنوسيز يعني اذا شخص يريدون اليوم يشوفون حالته يعني يريدون يشوفون ال الـ فينطون هاذ العلاج حتيشوفون الـ تشتغل ما تشتغل اكو مشكلة ما كو مشكلة يطون هاذا العلاج وشينو مثلا نستيموليت امار يعني يعني يعتبر احد شنو احد طبعا شنو من نوع الدايركت ان دايركت شوح يكون عندنا راح يكون عندنا يأثر عليم من يأثر على الكونين استريض يعني شي سيوي استر للكولين يسمو استر للأسترل كولين هو يسمونا كولين استريض ويسمونا ما هذا شو راح اسوي? عشر تدمير الاستيلكونية فان اذا سوي لانهيبشة باي حال ش راح اسوي? راح ازود الاستيلكونين. ما دم زاد الاستيلكونين مع عشر ما معناها راح اززيد عندي الاصيباتي. خلال الاستيريز انهيبتر يعني من عدن معدن للا اه. الاندروفون ها له. الا استخدم علاج يستخدم حتى نفحص الماستينية. مو لليل علاج معلته. لا يستخدم حتى شو حتى يفحصون هذا الشخص عنده مستينيغرافيس لو ما عنده. يعني هو راح ينطلون العلاج ويشوفون اذا قدر يحرك عضلاته يعني سوى شخص اليوم ما يحرك عضلاته. الجبالهم شنو? الجبالهم مستينيغرافيس. مستينيغرافيس ليش شنو هو عبارة عن اوتوميون ديزيز. شي سبيب سبيب ديستركشن للرسيبترس يا هي النيكوتينيك رسيبترس. بالضبط يا النيكوتينيك رسيبترس اللي بها دمج. اللي موجودة بالانترا بالنيور مسكور جنكشن. فهي الريسيبترس اذا ماتت ما راح يدري يحرك عضلاته يعني بشكل اللي يريده. فشايف يطلون هذا العلاج ويشوفون. يقدر يحرك عضلاته اذا حلو. وهذا المعنى عنده مستينيغرافيس ويطلونه علاجات افضل من عنده. ما قدر يحرك عضلاته لا هذا يجوز عنده غير مشكلة. يروحون على غير علاج تجريبي ويشوفون شنو المشكلة. او شنو يصول يعني مثلا جينات وهي السوارف. وكلها يعني. بس الممشنون يستخدم كطريقة شنو للدياغنوز. للتست فور مستينيا. بعد كذلك يعني اذكر يعني قرنات ديت المحاضرة حاطينا بالصورة. اذن هنه كلين عبارة عن دراج. شي يساون? يساون فهاي ما تنشرح السبب. راح سبب انه يعني الجسمة. يعني وحتى هنا هل هذه بالنسبة العيدروفونيوم. هو نفس الميكانظم بشكل مكان سمسة راح احتيه الى الادراج و رح يجيني تبام من او شراح هنسوا او شكونا رح تسوى نهيبشن و سنسوى نهيبشن الاس蒸يل رح تسوى الاسي السيكولنون نوقع الكوليني استرائيز موجود موجود في السناب مادام هنا المناق معناها الاستيكولين اللي جاي الفرس جاي يضل ما جاي يصير مجا يصير لديدي停غرداشن فمن جاي يضل شنه ما جايز انا جايز من الاستيلكولين عالية. فهي التراكز العالية من الاستيلكولين راح تشنو ممكن تشلب بالرسبترات اللي بقت من بسبب يعني مستينيغرافيس ما راح تدمج كل الرسبترات لا. فممكن هاي الكمية تشبير من الاستيلكولين ممكن انه تقدر تشلب بالرسبترات وسوي الاكشن مالتها. فالفاعدة من هاي العلاجات شنو الفاعدة من هاي العلاجات انه عاجب مستينيغرافيس عن طريق شنو عن طريق انه هاي العلاجات راح تمنع وبالتالي راح حزين مستراتي بالسنابسيك. دمين شيء لي الامراض مع الخرف قلنا مثالها كان الاشي يسمى النسيان. نسيته. زهايمر. انو شنو وراء العملية. ش يريدون يساوون يساوون يعني خلوون الشخص يريدون يساوون له موتلتي للاشي يسمى للباول مالته. للجي اي تي مالته. الشخص او العملية ما تشتغل يعني ما ما حد الغذاء حتى تشتغل الجي اي تي. فجي اي تي اذا اذا فترة طويلة ما تشتغل موزيا عليها. ممكن سبب مشكلة بعديا من الشخص يرجع لصحته ولازم انه تشتغل ما رح تشتغل. او رح تشتغل بشكل اضعف. فيعنين وعفنا شون العضلة وعفنا يصير بها اتروفي. هنا هم كذا. هالي من نعوفها. ما نسألها يعني ما يصير بها فتحركة ما يصير فيها فتأكشن معين. فانا شرح سي بها رح تضعف هالالأورغن. فاشي ما معناه تعتبر فتكومبليكيشن بالمستقبل. فوراي العملية شي يطون? يطون هاي العلاجات للشخص حتى شي يصير حتى يصير زيادة بمستويات شنو? طبعا وراي العلاجات لانه مؤسسنية. ليش صار عندنا الباول آآ قلة الحركة مالتها? ان آآ هو شخص يعني راديو سوري عملية. ما بدون يتحرك? خماشة. فشي سونا يطونه مثبتات مأستيب كولين? حتى ما حتى ما تحرك عضلاته فهال مثبتات مأستيب كولين? ما رح تأثر بس على المكان اكل وكو آآ سيستمي. او يعني بشكل عام. ما هو سونا سونا تخدير موضوعي وتخدير عام. اي. فاكو تخدير عام بشكل عام للجسم كله رح يقل مساواتي أستيب كولين. فهنالا مدان قلقت مساواتي أستيب كولين ما يعني ما رح يصير عدنا بالجااو هذه يعني ش رح ينبيتهم بالعكس ينطن هاي العلاجة بالليستا ACMINE بريدوستاء구ين رح يصيبون ما رح ي marshmلوم رح يصيبون نكولين ايضا ما رح يصيبون وزيد من الشرات الستوكولين وزيد من رح يزيت ممكن يسوي اك 아무런 من الاف какая solidarity مثلviamente الحركة insp? حاول لهي تصصري هاله طبعا آخر واح manageift بعديا. هميا هو عبارة عن علاج اذا نوخذ بجرعة شبيرة شي يعتبر يسوي انهيبشن. اذا نوخذ بجرعة شبيرة يسوي انهيبشن للفرازمال استيلكونين. وبهاي الحالة اذا صار يعني اذا شخص ما اخذ بجرعة شبيرة منه ش راح يسوي راح ننطي يدني علاجات حتى شنو حتى يعني نعاج هاي الحالة الرجع للاستيلكونين للمستوى الطبيعي. هساب بعد ووصلنا ملل كونيرجيك انتهجونيسf ع產ة معندسف، الآن عاجه مجعلنت عن الانتهجونيس. فى الانتهجونيسsf قد يكون ل النمي الموجودة في النظام س Noel بالنسبة ل النمي الموجودة في النظام سهربة amarالي الموجودة الموجودة قال له فhn الموجودة هو موجودة بالنظام ساخن حسي mirations conversations muchas两 Tigration بلوكرز او شن المقصد بيهن? النون او ديبلارزينك بلوكر هاي شا راح يساوي راح يساوي هي ساوي بالبداية بالبداية وبعدين راح تبنى على فهي الفكرة ماته شنو? الفكرة ماته انه هاد هاد السوكساميثونيوم هو عبارة عن اخو الاسيتاركوني اخو الاسيتاركوني كلش نفس الاسيتاركوني راح يجلل موعدنا بشي اسمه هاد السوكساميثانيوم سوكساميثونيوم Jovi好 эфф الاستاركونيوم راح قلب نينكوتيكوليم ارتفاع اكتيفاشن هاد adesso يهم بنفس الشي بس الفرق بباناتهم انو استالكونيوم كان ينتفلش عن طريق أنزيمات مثل كوليوم استريايز. اما بس بالسوكساميثونيوم هاده ما راح اتفلش لان ما كو أنزيمات بجسم تفلشها فهذا شرح يظل راح يظل متلب بالرسيبتر. موعدنا الراسيبتر مراح ينصد. فشlich ser عندي شري عن دي الاكشن يعني ما مراحسة عندي يروح ويرد ويرد لا رح يظل مستمر الفكرة يعني كتلسل الاحداث شون رح اصير كتلسل الاحداث رح يصير عندي انه انا هذا هنانا كواني هاي ينا انا هسا اخلنينيجي هذا عدد على اساسي غراف اي اي هذا حسا هو انا انا جاي اسعد بالاكشن شوية وصلت لتري شوت هذا الخط تقريبا منوصنش صار عندن صار عنده با با بلنسبة لهذا العلاج سوي سوي بلنسبة لجلسل حلوين حلوين هس انما هو مفروضة للسان يجد hear也有 تتسلو أنها مفروضة للحونة تتسلو يجد جدا تسلو هذا الجهة مات المفروض هو تتسلو و الجهة مات تسلو أنها تتسلو ولكن في النسبة لماذا ستكون ستستلو مجابي فلاس ستستمع ستستمع مفتوحة ستستمع مالذي بأن ذلك ما ستستمع مفتوحة ستستمع مهما راح اظل مفتوحة الى من راح اظل مفتوحة والسوديوم والبوتاسيوم واست Baptist نجي نسوي gone graph تاني للبوتاسيوم يعني خاص بالبوتاسيوم معلي اصلا بالaction potential هذا خاص بالبوتاسيوم جاي يسعد جاي يطلع لبرة البوتاسيوم جاي يطلع لبرة والسوديوم هذا graph خاص للسوديوم ومو لاجتيش pot مش به صوديوم همين جاي اه شاي اسم يدخل اه يدخل لداخل يعني انه ستجنوه هذا المفروض ما دعم يطلع لبرة فلازم يكون هي في العكز foras يخره المهم واحد يسعد واحد يطلع فيمانة فيهاي الحالة انهان هاذي يطلع لبرا ينظر الجو ينظر ينظر هاذي ينظر لهاي مفتوحة ما ستنسى هاي فهاذي ينظر هاذي تجايسة عندي ب� Event اوصل عن topics بالبداية بايما خطة اول مرة اول ما حصل اثرت قوتيشاشل بس باعدين شنو بعدين حصل practical م Québec. فش نسمونا ديبورايزنج بلوكر ستسوي ديبورايزةشن. اللي راح تسوي ديبورايزةشن. مثال شنو? مثال الزيكساميثاز ايه نسيكساميثونيوم. بعد ما هل عندنا هذا يعني بلوكر طبيعي. حالة اللي حانا عرفها يجустить بالنينيوكوتيك ريسابتر ويصوليه يعني شن يعتبر مثالي مثالي مثالهاAN كوراير والبانكرونيوم والي هي تعتبر ما هي مصبل ريلاكسانенти بالانستيزيا وتوجد تحت عن الانستيزيا إياها اشتراك شكرا سوف أتضح oldest اه حتى بمترجم ما هي قلت. ايه هو التخدير اقصد. ما قلت الشلل. الشلل ذاك برا اقصد. في المهم انه هو شلل راح يتبر اه مصر يسوي للمصر شان اللي قلته سابقة? انه شخص اليوم يسوي له عملية. ما اسمه? اه 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 او انا جرح بي هو يتحرك عضلاته فا شن الطينطين ما مساء اللي لاكسنت حتى العضلات متحرك. يعني هو بشرون معضل التخدير ماته? اه باش عندنا عدنا الموسكانيك بلوكرو هزا شلو سيكون عدنا? حيكون عدنا نوعي. اكون نتشرل الكالويت اللي هي شنو تكون نتشرل لناخذها من الطبيعية جوية لنباتات والحيوانات واه كنش انها مصنعة شلو هتكون تكون كواترنولي اماين يعني الشكل ما يكون مرأب يعني بها اربع حلقات كوتنالي اماينز بها اربع عمينات. اه فين مهم. هسا هاي اللي نجهس اوشي على هاي النيترال الكلوت. انا شنو انا يعني ضمن ثلاثة انواع او او ضمن ثلاثة كاتيجوري. اول واحد ما عندنا هو الاتروبين. الاتروبين اللي قلناه سابقا. وين قلنا الاتروبين. هذي الاتروبين. اه قلنا انه شنو يعني اذا صار عندنا اتروبين قلنا يتجينا القلعات الطبية اللي هو الاتروبين هو شنو ايس نسوف نهاي بالاتروبيين? ا恐نو سيمنع شنو يمنع الاستلكلين. فيهنا شنو اذا صار عند الاتروبين راح نطيًgres نطيها بالطيخين حيث يزود الاستيكورين في المهم هو الأتروفين شنو هو عبارة انتسبازماتيك بطهب سينيس ذن الاتروفين والهايوس سين ذن يعتبر ان انترب شنو عبارة عن انتاجونس للش تسمع زين المسكارين كريسابتر زين المسكارين كريسابتر مصح فهي شح تتبتع تعتبر انتسبازماتيك يعني شنو رحت منع الكنتركشن سبازم رحت منع السبازم انتسبازماتيك بط شنو عدها مشكلة شن المشكلة بيها المشكلة ان هذا الاتروفين والهايوسيين شي اعتبران يعتبران موليكيول هايبوفيلك موليكيول ممكن عبرا البلوت براين باريور فمدام يقدرني عبرا البلوت براين باريور شنو معناها؟ معناها يقدرني ندخل للبراين فش راح سبيب راح سببها مشاكل برسيترال نيربس سيستم هاي المشاكل تشمل الهلوسة يعني الخدر خدر من العقل الحساس ما الخدر مو الخدر بالمناطق خدر من الجهة العقل والهلوسة و يعني الخوف وهي السؤال فهم كلها راح تصير شنوه؟ يعني راح تعتبر كساد افكت بالسيانس الاتروفين والهايوسين هنا عبارة عن شنو؟ عبارة عن شنو موظيفة موليتين؟ يعني ايش ياخذن الشخص عام شنو انو شنو تمنع السبازم بس شنو عد الساد افكت؟ ليش ساد افكت؟ بالضبط هنا تعتبر هاد اه هادروفوبك موليكول تقدر تعفوه تعبر البلوتوبرايم باريار وتدخل السيانس و حاسبه هناك سايد افكت؟ كثير من موسكوريك بلوكور ك أرfromيادرين و اول بنزاسول داخل السيانس اول باركنسان ديزيز يانى احد الامراض اللي شنو يعني شرح يكون بي يتميز انو شنو الشخص سيكون عده هاذي الطريمر؟ بلوكوري وهي شرح الرعشة بالضبط? رعشة هي اي اي شنو اي سر اكوث زيادة بالاستالكونين بالرسبترات بالخلايا بالخلايا بال مو الخلايا اغصت بالسانات الكليف زيادة من استير كونين لسيب شنو سبب رعشة سبب الكونتركشن من المسلز يصير بشكل طاقة 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 وهكذا فالمهم يعني هاي الرعشة عود فنطل هاي العلاجات اللي شرح سو رح تمنع الاستير كونين وفي هاي الحالة شنو ممكن انه هما رح عاجان البركسين ديزيز لا بس رح اوقر واحد من السمتماته جون سابقا قلنا وق executegoidee عن طريقة زيادة النورة بالفرين هس هنا نظرت كذاك عن طريق انه نقلل الاستير كونين ممكن انه شنوا انشيل احد السمتمات ايه بركسين ديزيز طبيب عيون يريد يفحصها عن ما الشخص. ايش لازم يفحصها؟ يريد يفحص الدرجة ما الرؤية مالتها. فمن يريد يفحص العين؟ اخوة ما يريد يفحصها وهي تسوي لا هو يريد يفحصها على مسافة معينة بالوضع اللي فلات مالتها. العين هي واحدة يحطها مثلا موبايل هسا جاء بوعي حطها تقارب على عيني. جايسين عندي. العين جايسة بيه بحث العضلة ما تتقلص. ومن تتقلص راحسون ناح تخلي اشوفوا يعني شنو هاذا اذا تقلصت العضلة. فالسايكلو بليجيك شنو يسوي انه هاي العضلة. سايكلو بليجيك يسوي انهيبشن هاي العضلة. فشنو عبارة عن بلو كرمال موسكانك ريسيبتر. فش راح يسوي؟ راح يسوي انهيبشن ما العضلات اللي راح تلي ممكن يسوي يعني شنو راح امنع فهنا للشخص يعني هذي الطبيب العيون اليوم يضيف حص العين شح ينطيطي هذا العلاج حتى شنو حتى ساعدنا ما العضلات المنزل امنع نسوي انهيبةشن للم MH يلي فحص درجة معينة وبعدم على اساسه يطل العدسة اللي يريدها اباع اساس ناحذ سايكلاتس الريدوسايكلاسيس هو انفلميشن يصبح بالعين يعني هذا همينا بأنه ممكن انطهد العلاج حتى تقلّي السائد يقلّي السائل الإنفلميشن ويقلّي الألم يطلّون هذا العلاج على مثال الشغلات هنا نجاسة على الكواترناري أماينز اللي هنا قلنا عبارة عن شنو عبارة عن علاج يكون بشكل كواترناري مطلنا الأمثلة ماترية هايوسين ببيوتيريبرومايد والكريدينيوم والبربانثينين يملّي السائل إمثلاً ما أرّف م شاش سوي ازود الموبيلاتي الريد يعني وين بيباول رح ازود الحركة بيها فإذا صارت عندي زيادة بالحركة بالباول بشكل غير طبيعي يعني شنو معناها هايبر ايش اسنا فش راح تزياد من ما اثبتها هل حانطي بلوكل بلوكل ما الخون بشا سنو من موسكارينيك ريسيكتر هذا البلوكر يعني سيكون بوسكارينيك ريم ورحمات 사람들 نريد أنه عبارة عن موسكارينيك ورحمة سيكون عن وظيفة موسكارينيك ريسيكتر بوسكارينيك في البول مظيفة زيادة الموتواطي أنتقل الموتوطي و موسكارينيك موسكارينيك ريسيكتر تمضي مطردب اللصة احتكا feito اعشاثة بقيا débانة بعض Guevara هذا الحرق احد الشغلات مو احد الشغلات يعني انه اذا الشخص انطهه هذا العلاج انه راح يصير عندنا شنو وح يصير المسلز الي موجودة بالبلدر راح يصيرها ريلاكسيشن ومن تصير الحساس هاي المسلز راح يعني يتيرو هذا الحساس من الحرقه بشكل قليل يعني مو بشكل شبير هذا مطيقكم يعني هذا صور الهيوسين انو مطيقنا هنا الاشارة عن المنطقة مع الباول في يعني بلكن نتذكر بعد يومين ميصرف على الباول في يجباناياه ويجبانا الهيوسين اللي هو عبارة عن شنو عبارة عن كواترنيري أمين وهس وصلنا للأخير السلاد اللي هو Receptor Regulation in Autonomic Application يعني هذا العلاقة بالخذينا سابقا بالساشن التاسع اللي هو distanceization والrecensization اللي هي زيادة الحساسية وقلة الحساسية فهنا رجاء يقولي هنا سيقولي In many clinical conditions the target receptors يجي منطي المثال بيتا 1 receptor In ethanol will be upregulated شنو الاتينول الاتينول هو عبارة عن بيتا 1 antagonist مصح الاتينول هو بيتا 1 antagonist عما بالنسبة للشي ما شح يصير بي رح يصير فيه upregulated انا شا عندي اليوم انا عندي اليوم ريسبتر موجود على الخلية هذا الريسبتر اذا تجي موليكول تتشلب علي وهاي الموليكول يصبح لك اكتيفاشن فبعد يعني اكتيفاشن ورا فترة معينة ورا فترة طويلة من الاكتيفاشن شا حيصير رح يصير عندي تقلل حساسية ما لهذا الخلية لهذا يعني لهذا وشنون رح تقلل حساسية عن طريق انه هذا الريسبتر رح يصير رح يصير به down regulation شنون يصير down regulation يصير فسفرة للانزيم وسط للريسبتر رح يصير فسفرة وبعد ين يجي بعد ين يجي بعد ين يدخل داخل الخلية يصير وبداخل الخلية اما يصير او شنوه او يصير له وبعد يشنو ننتظر ان الخلية تكون ريسبتر مرة ثانية عن طريق ويعني يصير على السل المبران فشنوه هذا down regulation هذا اذا شنو اذا صار بسبب او شه يسمى prolonged activation prolonged stimulation شه يصير بسبب down regulation اما اذا لا والله الاثنولول هنا هو antagonist رح يتجلب بس ما يسوي اي stimulation زين الخلية هي اصلا ان ما نخليها ريسبترات اليوم انا خلية عليها ريسبترات اجي بيها تجلب الاثنولول تجلب شو سوه ما سوه اي ريسبونس زين هي الخلية اصلا ان ما يسوي ريسبترات اذا هي حاطتهم بس على مد يجي واحد وما يسوي اي ريسبونس فهنا الخلية شراح تسوي رح تبدأ تفرز اكثر رح تصنع وحسنا رح تبدأ تصنع ع ا слишком ليه تصنعي ريسبترات اكثر لان هي اصلا قبل لاي到底 يجي الاثنولول انه من خليها ريسبترات بره خليتها عم تستجيب الي فهنا اجي الاثنولول وما سوا اي stimulation ما سوا اي response فهناangan سوية هنا يحل رح تصنعي قليلي رح تبدأ تصنعي ريسبترات اكثر ليش تصنعي ريسبترات اكثر حتا بالكي إidetحصر ما اسفل فهنا شه يقول لي في مدى البيتا 1 البيتا 1 البيتا 1 البيتا 1 البيتا 2 يحدث بها الغاية. بالبداية هناك راح يصنع عندنا زيادة برسيبترات. شنو الغاية من زيادة الرسيبترات. الغاية منها انه حتى شنو حتى حصل زي بسبل شنو الغاية من انه جايزة. الخلية اصلا يعني ما هي كرد فعل من الخلية يعني شنو راح تسوي هاي الشغل. ليش تسويها? حتى ما نظل ما نظل هذا التأثير من هذي العلاج بفترة طويلة. لان الخلية ما تعرف هذا علاج. لو هذا بكترية له هذا فيروس. في جزء فيروس هو جايزة هي السبب هاي الشغلة. في يعني الفترة طويلة الاستيميليشن ما تريد لخلية الفترة طويلة. أو تاكسن مثل ما دا سميه. في يعني خلية متده الفترة طويلة. فورا فترة معينة من البرولانجات اكتيفاشن من البرولانجات استيميليشن. رح سروا رح سورنا داور ريكليشن. يعني شنو حتى ترجع الوضع الطبيعي. اذا اذا هو اصلا انت اغونس. فرح تزود بكتتحصل الستيموليشن. وذا هو اغونيس فراح تقلل حتى تتخلص من الستيموليشن. اذا يعني فترة طويلة اكثر من اسبوعين. كرونيك انا نقصد بفترة طويلة. في ان كيس اكثر من اسبوعين يوز اتنلول اللي هو الانتاجونيس بيتاون رسيبتر رح سيسميه لمستوى كبير جدا. شنون مقارنة بيزال لفل يعني عدة اضعاف من بيزال لفل. انا هسه اليوم قلت ان هذا المنطي اتنلول شن لغاية من عنده انتاجونس مصح؟ زلون ان من اصلا انطات الانتاجونس هذا الاتنلول خلنا نجي نسوني سيناريو بيننا انه اليوم شخص ايجاني عنده تاكيكارديا. شرح انطي رح انطي اتنلول بما انه اعتبر يعتبر بيتام uno رسابتر انتاجونس بيتام والانش سوي كنترق انضsoon ببركي دني سوي كنترق عزقان سجن لغاية من معنى انا رح انطي نطقي او رح انطي اتنلول اللي هو شنو اللي هو انتاجونس. سيشرح سوي. راح يا جريز هارت ريت او زيغرة الا الطريق والخوص عني شنطيط يطيط حتى اتنولول حتى شنو حتى قليل هارت رايف حلو حتى هلسا الوضع كلش حلو يعني جاين عاجل حاله مالته هذا الاتنولول اذا ياخذ الشخص الفترة مستمرة يعني عرفنا انه حالة تتاكي كارديا بشكل مستمرة فضينا الاتنولول بشكل مستمر لما يقارب الاسبوعين تقريبا هذا الشخص يعني اليوم وباتر وعقبه وراها وراها هاي الايام كله هو جاي ياخذ الاتنولول شنو معناها معناها صار جاي ياخذ فانجاي يصري ريسبترات جاي يصببها ابريغوليشن ليش ريسبتر شو الغاية من الريسبتر الغاية يحصل ما جا يحصل الخليجيه ش forumو وتصنع الريسبترات أكثر حتى شنو حتى بركي تحصل استيميليشن فورا فترة وورا ما يقارب أكثر من أسبوعين شو راح ننصل راح ننصل المستوى الريسبترات راح تكون كلش شبيرة لعدة أضعاف مقاتل بالمستوى أساسي مرسبترات حلو الحدث يعني ماكو مشكلة رجاء أنطيه أتينولول فماكو فد مشكلة يعني معينة زين خل أسحب من الأدينول بشكل يعني مفاجئ أسحب مو أرح أسحبه من الدم لا وإنما أنه ما أنطي أمنع العطاعة من الأدينولول فهناه هذا الاتينولول مما راح نطيل هذا الشخص مما راح نطيل هذا الشخص راح يعني PF يخص من اللس بلو صير يشن هذا الشخص راح searchmer Tapity gay يعني إذا أجل薄 بسيطة يعني شوية أديبhenali nation انوار ادلينالي انفرزا. شح يصير عنده رح يصير عنده يعني شسمه التاكيكاردية رح يصير مساوه اعلى من القديم كلش مساوه كبير. نيش مساوه كبير كلش. لان رسلترات اكثر. رسلترات عدة هذا الشخص كلش بسلتراته واي. ووخرت معده الاتينالول مو بشكل هو المحفظش انه سوي تدريجي انوخر الاتينالول بشكل تدريجي حتى ليش حتى يقلن شوية شوية. ولو صار منوخر شوية شوية رح يقلن شوية شوية. فاذا وخرت منه بشكل مفاجئ هذا الاتينالول ش رح يصير عنده رح يصير عنده يعني السمتم رح يصير شنو رح تكون بشكل معاكس بشكل اكبر بشكل اكبر من الاساسي. رح يصير عنده تاكيكاردية بشكل اكبر وهي بارتنشين بشكل اكبر من الحالة اللي احنا نوعنا نعالجها. يعني هي هاي الفكرة من هذا السلاك. وهي وصلنا اخير السلاك بس هاي غلسوا عليها لكتر تو. هانا طبعا بس نسيت انه المنزمة رح ادزانها بالقناة من طب الموديول وان شاء الله باشر او اكبر رح ارجع ادزانها من قناة طب الموديول بس وارا ما اضيف بها كم سؤال. او thank you. مرة ثانية.